من موقع الجريمة على أرض مطار بغداد الدولي نظمت هيئة الحجد الشعبي فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين أبو مهد المهندس وقاسم سليماني بحضور شعبي ورسمي فعاليات مختلفة شهدها التأبين تثمينا لدور القائدين الشهدين وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجريمة هذه الجريمة جريمة نكراء وهذه الوقفة مثل ما قلنا أنها وقفة استذكارية فهي وقفة استنكارية استنكار لأن الجريمة الكبيرة التي وقعت يجب أن يحاسب عليها المجتمع الدولي ويجب أن تدول هذه القضية من خلال قضاة من خلال محامين من خلال خبراء دوليين لأن هذا يعتبر خرق للسيادة المطالبة بتطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات الأجنبية أبرز الشعارات التي أطلقها المشاركون في التأبين السنوي كجزء من رد الدين لتضحيات القائدين الشهدين خلال مسيرة المواجهة مع الإرهاب والاحتلال نحن نجدد المطالبة بتجريم ومعاقبة كافة منتهكي هذه الجريمة سواء كان في الجانب القانوني أو في الجانب السياسي وهو خروج كامل القوات الأجنبية ومنها القوات الأمريكية من الأرض العراقية ووفق اللجنة المنظمة لفعاليات ذكرى الشهادة فإن البلاد ستشهد عددا من المهرجانات والمؤتمرات الخاصة بذكرى استشهادهما ولا سيما تلك التي ستقيمها السلطات العراقية والمنظمات الحقوقية هي ليست ذكرى عابرة يقول المشاركون هنا في هذا التجمع التأبيني بل هي تأكيد على التمسك بمبادئ القادة الشهداء ومكانتهم عند محبهم وهذا يعني عدم التنازل عن الأخذ بحقهم محمد الفهد من مطار بغداد الدولي الميادين